وانتوا بتسمعوا الكلام الجميل ده من نينا عن كاس العامل الاندية وطموحاتنا وذكرياتنا وصعوبة البطولة عايزكم تتفرجوا معنا على الفيديو ده وتشوفوا المفارقة الزهنية ما بين اللي انتوا سمعتوه من نينا واللي انتوا هتسمعوه من مين كابتن متحة شلبي نسمع ونرجع معكم قال انفنتينو هذه المسابقة ستبدأ في عشرين أربعة وعشرين عشرين أربعة وعشرين والان يجرى البحث عن كبار الرعاة والتصور النهاردة كان بياخد الاول خمسة مليون دولار وفقا للكلام ان الاول هياخد بين ثلاثين لخمسة وثلاثين مليون دولار يعني لك انت تخيل الجوازية بشكلها ايه وبالتالي هتبقى معارك كروية قوية وهيبقى كاسعالم للاندية بجد مع كل احترام طبعا كاسعالم الحالية الاندية خلينا نكونوا واقعيين احب دايما نتكلم بواقعية يعني كاسعالم الاندية اللي موجود ده ايه النادي العالمي اللي موجود غير شلسي كل الاحترام للستة التانيين كل الاحترام للستة التانيين هو بطل اوروبا اللي بيجي هو ده النادي اللي تشارمينج وغالبا هو اللي بياخد وغالبا هو اللي بياخد لكن بعد كده بما تدور هتلاقي بالميراس هتلاقي منتيري كل الاحترام طبعا يعني مسمى كلمة كاسعالم للاندية الكلمة فخمة وضخمة الكلمة فخمة وضخمة كاسعالم كلمة كاسعالم دي الوحديات خض لكن في النهاية شلسي لعب ما تشين بقى بطل كاسعالم لعب ما تشين بقى بطل كاسعالم ف لكن لما تبقى 24 فرقة بقى و 8 من اوروبا بقى و 6 من امريكا الجنوبية و ده قصة تانية بقى بصوا الكلام ظاهره الرحمة وباطنه العزاب هي دي مشكلتي مع الكلام احنا كلنا عايزين كاس العام للاندية اللي بيشارك فيها النادي الاهلي عن افريقيا كاكتر فريق شارك فيها عايزين نتوب أحسن بطولة في الدولة ده إيه اللي خلينا نزعل بالعكس ده تطلعاتنا وطموحاتنا كلنا و حاجة ما تزعلناش ولكن انا عايزة اقول لكم بعض التفاصيل لاني زي دايما بقول لكم هنا الشيطان يكمن في التفاصيل ركز في التفاصيل لما قول فكرة كاسعالم للاندية بجد ليه استخدم المصطلح ده وتعالى شوف كده الاعلام السعودي وهو بيتكلم عن اسفه وحزنه من ان الهلال في بطولة عالمية كبيرة جدا محاقش البرونزية تعالى شوف اللي قدى الى تغيير مدرب زي جاردين و رجوع دياز لأ هم شايفينها بطولة كبيرة فلما قول كاسعالم للاندية بجد انا بدي احقل المتلقي بايه ان دي بطولة يعني ما هياش بالاهمية او بالقدر الكافي مع ان شوفنا جمهور بالميرش وصوفنا الصحافة وشوفنا جمهور مونتيري شوفنا الاعلام في المكسيك كل الناس بتتعامل بطريقة مختلفة عن اللي بتقال ده لما اجا اقول مين النادي العالمي في البطولة غير تشيلسي لا حضرتك النادي الاهلي ده احنا شايفينه عالمي وقناعتنا التمى ان هو نادي عالمي وده مش تقليلا او اللي بتقال ده فيه تقليل من بطل افريقيا مش حاجة اسمها النادي العالمي النادي الاهلي ده من اكتر الاندية شعبية النادي الاهلي ده من الاندية اللي كانت من اكتر الاندية تحقيقة للبطولات على مستوى العالم وما زالت بتنافس وقريبة اذا انا مجردش النادي الاهلي من صفة العالمية اقول لي اصل تشيلسي لا دي نظرة ايضا دونية جدا لافريقيا ولممثل افريقيا ايضا بنفس الطريقة لما اقول مين الاندية اللي في البطولة غير تشيلسي بل ميرس منتيري طب إذا كان أنا بقول كده وقيمتهم التسوقية بعد الفرق دي أعلى من أهلي يبقى أنا أصد إيه على أهلي ضمنية فأنا قد أكون بشوف الفيديو أقول الرجل ما قالش أعايز بس داخليا لا فيه إكحاف وفيه نظرة دونية وفيه انتقاص كبير جدا من قيمة البطولة وإسم النادي الأهلي فيها نادي الأهلي اللي بيفوز لأول مرة على بطل أسيا النادي الأهلي اللي الأول مرة اللي هو الهلال بربعية النادي الأهلي اللي الأول مرة البطولة اللي فاتت بطل أمريكا الجنوبية بيحقق أسوأ ترتيب في تاريخه وهو الرابع ودي فرق عندها جمهرية عندها شعبية عندها زخم فلما نتكلم في ظرف زهني ونفسي الناس كلها سعيدة فيه باللحاق الأهلي نشوف جنبنا الإعلام بيعمل إيه في دول أخرى بتحقيق الميدليات دي ونشوف النادي الأهلي بيعمل إيه وندي الأهلي حقه وما نقللشه من البطولة وحتى لو عايز تطرح فكرة أنك تلعب 24 أو تكبر النادي ما حب على قلبنا ده بالنسبة لنا شيء طبيعي جدا لكن حتى وانت بتتكلم في فكرة الـ 24 نادي أو الـ 12 نادي المقترح اللي الفيفا عايزة تعمله في النهاية أنت وجهت بطل القرى وجهت نظري أن التاني أو التالت أو الرابع في القرى بالتأكيد بالتأكيد هم مش الأقوى في القرى لأن في النهاية أنت وجهت السبع فرق أو الست فرق اللي هم الأقوى في القرى وإيه اللي تبقى بطولة كأس القرات اللي كنا نلعبها كمنتخب مصر لما ناخد أمم أفريقيا ونروح نلعب مع البرازيل وإيطاليا وأمريكا كانت بطولة بقى ضعيفة ملاش قيمة ما كناش بنشوف الشغف وقد إيه فرحنا بالفوز على إيطاليا وقد إيه دي مباراة تاريخية بالنسبة لنا وقد إيه كان الحزن بيعتصرنا في مباراة البرازيل وفاكريني المحمدي لغاية اللحظة دي بركلة الجزاء الأخيرة وأول استدعاء لفكرة تعالى شوف الفيديو وقد إيه زايلنا أننا قدام أمريكا ما قدرناش نكمل الحلم ونصعد للدور قبل النهائي ما كانت برضو بطولة على نفس الشاكلة بطولة كأس العالمي عندها وكان ملتف حواليها كل الشعب المصري بشغف وشغف كبير جدا ودائما وأبدا هتلاقي في الزاكرة ومش أبالغ لو قلت بطولة أم أفريقيا 2010 وبطولة كأس القرارات 2009 هتلاقي أدق تفاصيل 2009 موجودة عند الشريحة الأكبر من جمير كرة القدم المصرية على عكس 2010 لأنك حققت 2008 بظروف مختلفة و2006 كانت على مرعبك ففكرة التقليل من بطولة عشان عدد المشاركين فيها عدد ليل أنا بشوفها مش منطقية إطلاقا لأن في النهاية أنت بتقابل أبطال القرارات سواء كنا بنلعب بطولة مع منتخب مصر زي بطولة كأس العامل القرارات أو كأس العامل عندها اللي هي كل الناس أشادت بيها وأشادت بالنادي الآلي ويكفي أنك تعرف أن القيمة التسوقية للأنداء دي بتزداد مع وجود مع البطولة دي وأعتقد النادي الآلي حاليا له مكاسب عديدة وعديدة جدا وتحديدا في الخليج وإحنا يمكن أفارس اتناقشنا مع أشقاء في السعودية وفي دول الخليج ساعدنا بهم جدا بالتأكيد ناس كتير اتكلمت عن فكرة إزاي إزاي النادي ده نادي أفريكي البعض في دول الخليج بيهتم بالدوريات الربية بشكل كبير جدا فما بقاش بيتابع بشكل الدوريات الأفريقية ممكن دوري بلده بالكتير لكن الدوريات الربية بقت مكتسحة بشكل كبير جدا في الخليج فلما ناس شافت اهتمت مهتم بالكرة الربية وبدأت تشوف في النادي الآلي بدأ يسأله عن العبي مين أحمد عبدالقادر ده بيلعب بقاله قد دي إزاي المهارة دي اللقطات بتاعت أحمد عبدالقادر منتشرة إزاي بالتأكيد آه لاي سؤال بس يعني ممنوع الاختراب ممنوع الاختراب أو التصوير من لعبي النادي الآلي في الخليجة إن شاء الله